الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبع عليكم نعمة وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم أئمة هدى يكتدى بكم في الخير وبعد لازلنا في قراءة كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك وكنا قد وقفنا عند باب العلم والعظة بالليل الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة في آخر حياته فلما سلم قام فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد فوهل الناس من فيما قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن قوله صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم أي أمهم في الصلاة قوله صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة إنما هي صلاة العشاء وذلك أنهم كانوا يعتمون بإبلهم فنهي عن هذه التسمية قال صلى بهم في آخر حياته يعني قرابة السنة العاشرة قال فلما سلم من صلاة العشاء قام يعني من مصلى فأقبل علينا يعني على المأمومين فقال أرأيتكم يعني هذه الليلة أرأيتكم ليلتكم هذا أي هل تشاهدون هذه الليلة التي أنتم فيها فإن رأس مئة سنة يعني بعد مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يعني أن جميع من كان في ذلك العصر سيموتون قبل هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ لن يوجد إلا جيل جديد مغاير للجيل الأول قال فوهل الناس أي أنهم توهموا أن هذا الحديث يراد به قيام الساعة وهذا فهم خاطئ وإنما أراد أنك أو توأو موت من كان على قيد الحياة في ذلك الليلة قال فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة كانوا يقولون ستقوم الساعة بعد مئة سنة وهذا فهم خاطئ لهذا الحديث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أما الأجيال الجديدة فتكون مستمرة قال يريد بذلك أنها تخرم أي تنهي وذلك القرن أي من كان موجودا في ذلك العاصر فإنه يموت قبل مئة العام فهذا الحديث استدل به المؤلف على الموعظة بعد صلاة العشاء والتعليم بعد صلاة العشاء فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاة العشاء فيقال له هذا خاص بما لا هذا خاص أو مخصوص بالمواعظ التي تكون في العلم فلا بأس أن تكون بعد صلاة العشاء ولذا قال المؤلف باب السمر في العلم وفي الفقه والخير بعد العشاء وفي هذا الحديث أن اسم الصلاة التي تكون في آخر اليوم صلاة العشاء وأنه لا يناسب تسميتها بصلاة العتمة كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وفي هذا الحديث أيضا قال فلما سلم قام فأقبل علينا فيه أن الواعظ يقبل على من يعظهم ويواجههم بوجوههم وقوله قال رأيتكم ليلتكم هذه ليلتكم هذه إلى مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد في هذا أيضا علم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع الأمر على ذلك وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن بعض الأحاديث قد تفهم على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها والعبرة بلفظ الحديث لا بفهم الآخرين حتى ولو كانوا من أهل الزمان الأول حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت خالة ميمون بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات فتحدث مع أهله ساعة فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة ثم رقد فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ثم نام حتى نفخ فلما انتصف الليل أو كان بعض الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى ختم ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا فأحسن وضوءه واستن ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه فأخذ بيدي أو بعضدي وقال بيده من ورائي فوضع يده اليمن على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى خمس ركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل ثم اضطجع فنام حتى نفخ وسمعت غطيته وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المناد فآذنه بالصلاة فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة فصلى الصبح ولم يتوض وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعي يميني نورا وعي ساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا قوله في هذا الحديث عن ابن عباس هو الصحابي عبد الله بن عباس من علماء الصحابة قال بيت أي رقدت في الليلي والبيتوتة نوم الليل قوله في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فإن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالت ابن عباس فإن العباس أخذ أخت ميمونة ولذا قال في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني في إحدى الليالي وغرضه من ذلك أن ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها يعني عند ميمونة في ليلة ميمونة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بالجماعة في المسجد ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات يعني من صلاة الليل واختلف في معنى هذا اللفظ فقال طائفة بأنه جمعها بسلام واحد وقال آخرون بل قد صلى كل ركعتين وحدها قال فصلى أربع ركعات فتحدث مع أهله ساعة يعني من هم أهله؟ ميمونة بنت الحارث خالة بن عباس قال فتحدث مع أهله ساعة فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ظاهر هذا أنه يتكئ عليها وقد يحتمل أنه لينام عليها ويدل عليه قوله بعد ذلك ثم رقد فتحدث مع أهله ساعة أي أنه انسدح فجاءه النوم في ليله قال فاضطجعت أي تسهلت على الأرض في عرض الوسادة أراد أن يترك طول الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله قال واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ثم نام حتى نفخ أي خرج من فمه أو أنفه صوت يخرجه النائم قال فلما انتصف الليل أي ذهب نصفه أو كان بعض الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من نومه فنظر إلى السماء فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم أو من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى ختم سورة آل عمران ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن يعني من قربة يابسة معلقة ليتمكن الناس من أخذ الماء منها وكان وضوه وضوءا خفيفا يعني أنه بأقل مقدار من الاستيعاب للأعظاف الغسل قال فأحسن وضوءه أي أتى به على أكمل الوجوه واستنى ما معنى استنى استخدم السواك في فمه ثم قال على جهة السؤال لميمونه نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ابن عباس فتوضأت يعني أنه توضأ نحو مما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على طريقة في الاقتصاد في استعمال الماء ثم جئت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجد يساره فارغا قال فقمت عن يساره فحولني أي نقله من جهة اليسار إلى جهة اليمين قال فأخذ بيدي أو بعضدي وقال بيده من ورائي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها أي يقوم بعركها قال فصلى خمس ركعات ركعتين فيهما قراءة ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين كم ركعة عشر قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى ركعتين ركعتين الشفع ثم أوتر فمجموع ما صلى ثلاث عشرة قال وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض فنام حتى نفخ صدر منه صوت النتيجة خروج الهواء منه وهو نائم قال وسمعت غطيطه أي أنه سمع غطيط النبي صلى الله عليه وسلم مراد به الصوت الذي يخرج من الإنسان عند استغراقه في النوم صوت خروج الهواء ودخوله الشهيق والزفير قال وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المناد يعني المؤذن فأذنه بالصلاة صلاة الفجر فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر ثم خرج إلى الصلاة فصلى الصبح اكتفان بالوضوء الأول ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا فهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة منها بيتوتة الشخص عند خالته ولو كانت متزوجة وفي هذا الحديث إظهار الإنسان شيئا جائزا ويرادة أمر مباح جائز آخر فإنه أظهر حاجته إلى النوم وهو يريد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الليل وفي هذا الحديث أن الرجل صاحب الزوجات ينام عند كل زوجة الليلة وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الليل قد ورد فيها نصوص تراغب فيها وتحث عليها وترتب الأجور العظيمة عليها وفي هذا الحديث حديث الرجل مع أهل بيته بعد العشاء وفي هذا الحديث إكرام الرجل بوضع وسادة عليه في محله جلوسه أو استراحته وفي هذا الحديث نوم لإنسان النوم الخفيف وأن مثل ذلك لا ينقض الوضوء وفي هذا أن النفخ في النوم والشخير لا تنقص من درجة العبد عند الله جل وعلا وفي هذا الحديث استحباب أن يكون قيام الليل من منتصف الليل استحب أن يكون قيام الليل من منتصفه وفي هذا الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد استيقاضه إلى السماء قد قال طائفة بأن هذا الحديث لا يأخذ منه حكم لأنه فعل النبوي لفعال النبوية تحتمل أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مسح الرجل النوم من عين بعد استيقاضه وفي هذا الحديث استحباب كراءة العشر الأواخر من سورة آل عمران وفي هذا الحديث الوضوء من القربة ولو كانت معلقة في هذا الحديث استحباب إسباغ الوضوء وفي هذا الحديث أن وصف الآخرين بالنوم لا يعد من الغيبة كما في قوله نام الغليم وفي هذا الحديث مشروعية الوضوء لصلاة الليل وجاء في الأحاديث أنه لا تصح صلاة إلا بعد الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الليل وقال الحديث فيها أنه صلى ثلاث عشرة وفي حديث عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد لم يكن يزيد على إحدى عشرة كما في حديث عائشة كيف الجمع نقول عائشة نقلت ما شاهدت وابن عباس شاهد شيئا لم تشاهده عائشة رضي الله عنها وفيه دليل على جواز المفاوتة في عدد الركعات بين الليالي وفيه أيضا جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل وفي هذا الحديث استحباب قراءة العشر الأواخر عند استيقاظ الإنسان من منامه حتى ينتهي من السورة وفي هذا الحديث استعمال القرب وتعليقها وفي هذا الحديث أن الوضوء الخفيف مجزئ ما دام قد سال الماء على الأعضاء وفي هذا الحديث جواز وصف الإنسان بالنوم إذا لم يكن على جهة التنقص له فإنه قال نام الغليم في هذا الحديث أن المنفرد إذا صلى مع الإمام وحده وقف عن يمينه ولو قدر أنه وقف عن يسارف فإن الإمام يقلبه ويحوله إلى الجهة الأخرى في الحديث أيضا أن الواحد إذا صرف من يسار الإمام إلى يمينه فإنه يصرف من خلف الإمام لا من أمامه في هذا الحديث أيضا الإمساك بالآخرين بأيديهم أو بشيء من أمورهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ ابن عباس بيده وحوله إلى الجهة الأخرى وفي هذا الحديث جواز حركة الإنسان في الصلاة لمصلحتها وفي هذا الحديث وضع اليد على الرأس وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الوتر يكون في آخر صلاة الليل قال ابن عباس وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة ركعة يعني بالليل بينما عائشة إنما روت إحدى عشرة فنقول صلاة الليل ليس فيها شيء محصور ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثناء مثناء وفي الحديث أيضا النوم ما بين صلاة الوتر وأذان الفجر وفي هذا الحديث أن المنادي بالصلاة يستأذن من صاحب الولاية وفي الحديث استحباب التخفيف في سنة الفجر فلا يطولها وفي هذا الحديث خروج لإنسان من محل صلاته للليل إلى الصلاة المفروضة التي تليها وفي الحديث مشروعية الدعاء في صلاة الفجر وفي الحديث سؤال الله النور الذي ينير الطريق للبصيرة بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمة وجعلكم الله موفقين في كل أموركم هذا وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما أسأله جل وعلا أن يعين المسلمين على أعمالهم وأن يوفقهم فيها ترجمة نانسي قنقر